أنا لما كنت بأعمل التقديم فقلت أنه هو طبعاً ما فيش أجمل ولا أبدع من إحنا نبقى الصهرة بتاعتنا صهرة مصري 100% الله يخليك والغنى المصري في قلب الصعيد من وجهة نظري يعني أنا متحيز الله يدي جسح بس كمان كنت بقول واتطور الغنى الحمد لله واتطور الغنى واتطورة المزيكة ومش بس بنغني الحاجات بتاعت الله رحمه ورب الرئيس متقال ولا الترص الصعيدي بتاعنا ده حجازي زود الحمد لله يعني فيه كده يعني تطوير يعني زي سيادة تراج بيستقورنا وبينطور البلد احنا برضو لازم نطور في المزيكة ببقى شكل جميل للصعيد وحاجة تشرف الصعيد كله يعني ما خفتش وانت بتشتغل على مثلاً التطوير في التوزيع بتاع المزيكة الأصلية بتاعتنا أو وانت بتغني صعيدي بس على مزيكة جديدة بكلمات جديدة إلى آخر انه يدي حد يقول لك لأ حجازي متقال بيبوز تراص الفن الصعيدي حجازي كده ما بيغنيش الحاجات اللي احنا متعودين عليها لأ احنا عايزين ويلجع للأصل لا خفت طبعاً وأنا بشتغل على الشغل الجديد أنا يعني خفت بس الخوف ما خلنيش أرجع يعني خلني أحافظ أكتر على التراث وحافظ أكتر على أن أنا محاولش أجرح في الشكل المزيكة أو الشكل الطابع بتاعنا الصعيدي اللي احنا متعودين عليه يعني في نفس الوقت التطوير يعني أنا شايف وجات لكومنتات كتير من من بعض النقاط وأصحابي في الوسط الفني أو أصحابي اللي خارج الوسط موسوطين من الشكل الجديد اللي اتعامل بالتحديد مثلاً لقونية صبرك يا جلبي كنا احنا عاملين شكل جديد كده لموضوع فحبين هم يشوفوا الحكاية دي أنا طب حلو أنا طبعاً الكلام خدني وملحقت شرحها بيكم والحق علي أنا إزاي إكوا عاملين إيه كل سنوط طيبين الله يخليك حجم منورنا ومشرفنا وتعبينكم معانا تسلم تسلم ومسهرينكم حتى الساعات الأولى من الصباح منورين يا جماعة